مشاعر من التعاطف مشاعر من الأسى انظروا إلى ضمة هذه الطفلة لابنها أو ابنتها انظروا هنا كيف يتفاعلون مع بعض وكيف يحضنون بعض سبحان الله حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة لدي هنا مقطع مؤثر من قناة بي بي سي أحببت أن أعلق عليه طبعا القناة قامت بوضع قرد للتجسس طبعا روبوت آلي كما يظهر هنا أمامنا هذا الروبوت الآلي مهمته تصوير القرود عن قرب ولكن هذه القبيلة من القرود اعتبرت أن هذا القرد أحد أفراد العائلة أو القبيلة وبدأوا بمداعبته والنظر إليه كشخص من هؤلاء القرود وتفاعلوا معه جدا انظروا ما الذي حدث هنا إحدى الأمهات من القرود تحاول أن تمسك بهذا القرد لتداعبه لأنها تعتقد أنه الطفل رضيع وعندما سقط من يدها على الأرض اعتقد هؤلاء القرود أنه مات أنظر أنظر هنا الأم تحاول أن تشم هذا القرد وتتعاطف معه انظروا سبحان الله العاطفة عند القرود كيف تحتضن هذا القرد وكيف تحاول أن تتعاطف معه وبقية القرود يجتمعون يحاولون شم هذا القرد ونرى هنا مشاعر التعاطف انظروا أيها الأحبة كم يعني لديهم من عاطفة انظروا اجتمعوا لأن هناك حدث كبير واعتقدوا أنه قرد منهم وقد مات للتو سبحان الله انظروا إلى هذه الأم تضم طفلها سبحان الله شيء عجيب يعني مشاعر من التعاطف مشاعر من الأسى انظروا إلى ضمة هذه الطفلة لابنها أو ابنتها انظروا هنا كيف يتفاعلون مع بعض وكيف يحضنون بعض سبحان الله والله أيها الأحبة يعني حتى هذا القرد الصغير الذي ينظر إلى هذا الروبوت الآلي هو يعني مصنوع ولكن يعني هناك عاطفة تجاهه سبحان الله انظروا كيف يحضنون بعضهم ويعبرون عن مشاعر الأسى والاحترام لهذا الميت ويجتمعون حوله ويحاول يعني هذه الأم تحضن ابنها وكأنه وكأنها تريد أن تقول له لا تحزن على موت هذا الصغير إنك ستعيش بقربي هناك مشاعر من العاطفة أيها الأحبة انظروا كيف يحاولون شم هذا القرد والتعاطف معه وأيضا يعني مشاعر كثيرة لا يمكن وصفها انظر إلى هذه الأم كيف تحضن ابنها أنا أود هنا أيها الأحبة أن أعلق على قضية مهمة جدا بالنسبة لمن يعتقد أن هذه الكائنات لا تعقل ولا تفهم ويعتقد أن هذه الكائنات ليس لديها مشاعر ويعتقد أنها يعني عبارة عن بهائم فقط أنا أحب أن أقول أيها الأحبة هذه الكائنات فيها قمة الرحمة تتعاطف مع روبوت آلي ولكن هم يعتقدون أنه يعني واحد من العائلة ومات وبالتالي تظهر عليهم كما نرى هنا يحضنون بعض هذه القردة تضع تضع يدها على قرد آخر لتواسيه مشاعر من العطف والمواساة انظروا انظروا أيها الأحبة يعني أنا أمام هذا هذا المشهد لا لا أستطيع إلا أن أقول والله إن هذه الكائنات تعقل وهنا أود أن أتذكر معكم آية عظيمة أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمم أمثالنا تتعاطف وتحزن وتعيش كل مشاعر الأسى والحزن والتعاطف مع الميت ومشاعر الاحترام لهذا الميت ومشاعر يعني تتعاطف مع بعضها وتحزن هنا نرى حالة من الحزن العميق لذلك الله عز وجل عندما قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون هذا المشهد الذي نراه أمامنا أيها الأحبة هو دليل قوي جدا على خطأ نظرية التطور من أين جاءت هذه القرود بهذه العاطفة ومن الذي منحها هذا الفهم وهذا الإدراك ومن الذي أعطاها هذا التعاطف هي تواسي نفسها سلوك شبيه جدا بالبشر أيها الأحبة هذا السلوك الذي نراه أمامنا هو سلوك شبيه جدا بعالم البشر هذا التعاطف وعندما تضم القردة ابنها أو ابنتها كأنها تقول له لا تحزن تواسيه نفس مشاعر البشر وربما أكثر في هذه اللقطة هذا يدلنا أيها الأحبة على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وتدل على أن الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا على الإطلاق بل كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى لذلك هنا ينبغي أيها الأحبة أن نعتقد أن وراء هذه المشاعر إله عظيم هو الذي خلق الكون وهو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى وهو الذي علم هذه الكائنات فرعون عندما وقف أمام موسى ماذا قال له موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى من الذي هدى هذه القرود لهذا السلوك إنه الله سبحانه وتعالى من الذي ألهمها هذه العاطفة إنه الله عز وجل لذلك أحبتي في الله لا تيأسوا الإله العظيم الذي علم هذه القرود ورزقها الفهم ورزقها العاطفة ورزقها قوت يومها وهي باعتقادنا أنها لا تعقل قادر أن يرزقك أخي الحبيب وقادر أن يعطيك وقادر أن يكشف عنك الضر لذلك هنا نتذكر هذه الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها وأختم بها وما من ذابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العلم النافع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق وبركاته